موسيقى منذ عامين تقريبا وبعد إمعقاد ثلاث دورات للموسيقى البيزنطية في أبرشيتنا الحبيبة تحت إشراف المرنم الأول على الكرسي الأنطاكي في كنيسة الروم الكاثوليك الأستاذ بشير الأسطى له التحية والتي تبعها دروس موسيقية أسبوعية مع الشمس مالك فلاحات تأسست هذه الجوقة تحت اسم جوقة أبرشية الروم الكاثوليك في الأردن ولشيء من التفاصيل فقد تم عقد ثلاث دورات للموسيقى الكنسية البيزنطية في أبرشيتنا تحت إشراف الأستاذ بشير وسيتم عقد المزيد من الدورات في المستقبل فنجاح أي عمل يكون باستمراريته وفي كل دورة نقوم باستقبال طلاب جدد لتعلم هذا الإرث الكنسي العميق والغني بلهوته وروحانيته ونحن اليوم سنستمع لطلاب المستوى الثالث من طلاب الدورة الموسيقية على أن يلتحق باقي الطلاب الذين ما زالوا في المستوى الأول في أمسيات لاحقة وبعد اجتياز الدورات الموسيقية القادمة فهذه الجوقة نتيجة عمل منهجي وتعليمي مدروس لنقل هذا الإرث وسقل المواهب المرنمين بشكل علمي ومنهجي ورسالتنا أكيد هي المحافظة على هذا الإرث الموسيقي ولتورجي لكنيسة الروم الكاثوليك فطقسنا البيزنطي الشرقي المميز له شعب وقواعد واضحة وثابتة فإذا أردت أن تضرب شعب فقم بجعله ينسى تراثه وتاريخه ورسالتنا هنا أن نذكر كنيستنا وشعبنا بتراثه وتاريخه لنحافظ على هويتنا الجوقة الآن تحت إشراف قدس الأب عماد البواب وهو المرشد الروحي للجنة الجوقات والإشراف التعليمي مع المرنم الأستاذ بشير والتنسيق مع الشماس مالك فلحات نحن اليوم حاضرون لنصلي معهم ونستمع لأول أمسية لهذه الجوقة شاكرين لهم العمل والجهد المتواصل كما نود أن نشكر قناة نورسات الأردن الممثلة بالدكتورة باسم السمعان على تغطيتها الإعلامية والمادية لنشاطات الدورة السابقة وعلى رعايتها الكاملة لجميع الدورات ولن ننسى أيضا أن نشكر مطرانية الروم الكاثوليك لدعمها المتواصل لنا وتجهيها المستمر رحبوا معي بأعضاء جوقة أبرشية الأردن لروم الكاثوليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر القدوس المغبوط يا يسوء المسيح إن قد بلغنا غروب الشمس ونظرنا نور المسى نسابح الله الآبا وللنا وروح القدس إنه يحق في كل الأوقات أن تسبح لأصوات الماركة يا ابن الله يضعطي الحياة لذلك العالم ترجمة نانسي قنقر إن الله معنا فاعلموا أيها الأمم والهزيم لأن الله معنا إسمعوا إلى أقصى الأرض لأن الله معنا أيها الأقوياء هزيموا لأن الله معنا لأنكم وإن قاويتم أيضا ستغلبون لأن الله معنا وأي مشورة عقاتهم يبددها الرب لأن الله معنا وإن قاويتم أيها الأقوياء وأي قول قلتموه لا يثبت فيكم لأن الله معنا لا نخاف خوفكم ولا نطالب لأن الله معنا وإن قاويتم أيها الأقوياء وإن ما نقدس الرب إلهنا ونخافه لأن الله معنا يا رب القوات كن معنا فليس لنا في الضيقات معين سواك يا رب القوات ارحمنا سبحوا الله سبحوا الله سبحوا الله سبحواه في جلد قواته يا رب القوات كن معنا فليس لنا في الضيقات معين سواك يا رب القوات يا رب القوات ارحمنا سبحواه لأدلي جبروته سبحواه بحسب كثرة عظماته يا رب القوات كن معنا فليس لنا في الضيقات معين سواك يا رب القوات ارحمنا سبحواه بصوت البوق سبحواه بالكنارة والقثارة يا رب القوات كن معنا فليس لنا في الضيقات في الضيقات معين سواك يا رب القوات ارحمنا سبحواه بالدف ونشيد الطارة سبحواه بالأوتار والأرهون يا رب القوات كن معنا فليس لنا فليس لنا في الضيقات معين سواك يا رب القوات ارحمنا يا رب القوات شتيمة ولم يرد على الشتيمة بمثلها تألم ولم يهدد أحداً بل أسلم أمره إلى من يحكم بالعدل هو الذي حمل خطيانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن خطيانا فنحيا للبر تخيلوا يسوع الرحوم لا يجد من يرحمه أصدقاءه هربوا بقي وحده بين أعدائه وانتظر الحكم عليه جلس بلاتوس على كرسيه في مكان مرتفع ويسوع واقف تحت موطئ قدمي الحاكم الإله يسوع يصنع إرادة الإنسان يا له من انقلاب العبد مرتفع والسيد منخفت الشرير يتباهى والبار يتلاشى العدم يتكلم والكلمة يصمت ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بما أنك محب ترجمة نانسي قنقر 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 عاليها عالي لوريا لأن إلى الأبد رحمته عالي لوريا أعترف لرب الأرباب عالي لوريا لأن إلى الأبد رحمته عالي لوريا لسانع المعجزات العظام وحده عالي لوريا لأن إلى الأبد رحمته عالي لوريا لسانع السموات بفهمة عالي لوريا لأن إلى الأبد رحمته عالي لوريا لباسيق الأرض على بياء عالي لوريا لأن إلى الأبد رحمته عالي لوريا الذي يرزق كل جسد قامه عالي لوريا لأن إلى الأبد رحمته عالي لوريا عالي لوريا أعترف لإله سماء عالي لوريا لأن إلى الأبد رحمته أترف للرب فإنه صالح أترف للرب فإنه صالح لأن إلى الأبد رحمته أترف للرب فإنه صالح يا أيام رؤساء الشعوب تظل معاً على الرب وعلى مسيحه كلاماً مخالفاً للناموس اختلق علي فيا رب يا رب لا تهبير لقدم للمسيح هوا سنة طاهرة والنبد الألف سنة لأجله شهر محبه ولا نختانق بالمهمة الدنياوية مثل يهودا بل فلنقف في مخادعينا يا أبان الذي في السماوات نجدنا من الشر المجد للأبي والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر الدهرين أمين يا مريم والدة الإله التي لم تختبر زواجاً لا قد ولدت وألت عذراً ولا بيت عذراً وأمنا عروس لها فتشفعي إلى المسيح إلهينا أن يخلصنا أحفاظ 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 اليوم عليق على خشابات اللذي عَوَى اللَّهَ قَالْ أَرْضَى دَالْمِي يَا هَوَى هِكْ لِيلُونَ مِنْ شَوْكٍ وُطِعَ لَهَامَةِ مَلِكِ الْمَلَاءِ وَالَّذِي وَأَشَّحَ مَلِكِ الْمَلَاءِ مَلِكَ الْمَلَاءِ هِيْبَ وَالَّذِي عَطَقَ عَدَمْ في الأردن قابلة لا أطمات ترجمة نانسي قنقر بالمسامي أطمات 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 من باري بلاطس واحتملت الصلب لأجل خلاص العالم عنها الناس يا مسيح الحيا قد مدعت في قبر فتعشب جنود الملائكة الذين مجدوا اختنى سولاك إياك نعظم يا يسوح المال ونكرم آلامك ودفنك إذ بها خلصتنا من الفساد يا يسوح السيحي يا مليك الجامير ماذا وفيتني ترسدى في الجاحي إلا أن تحرر جنس الأنار إِنَّ سَيِّدَ الْكُلْ يُرَى الْآنَ مَيْتَ وَمَنْ أَشْرَقَ الْكُبُورَ مِنَ الْأَمْوَالِ يُوضَعُ دَخِيلَ قَبْرٍ جَدِيدَ يَا مَسِيحُ الْحَيَةِ قَدْ وُدَعْتَ في قَبْرٍ وَبِمَوْتِكَ لَشَيْتَ سُلْطَانَ سُلْطَانَ الْمَوْرِ وَأَلْبَعْتَ لِلْحَسْجُدَ تِلْحَيَةِ إِنَّا بِي حَاقٍ نُعَذِّمُكَ يَا مَطِيَا الْحَيَةِ يَا مَنْ بَسَطَ يَا دَيْهِ عَنَى الصَّانِينَ فَغَدَى سَحِيقًا عِزَّةَ الْعَدُّ إِنَّا بِي حَاقٍ نُعَذِّمُكَ يَا مُبْدِعَ الْجَمِيرُ بِعَذَمِ كَانِ الْنَا عَذَمَ الْآلَامِ وَنَجَوْنَا كُلُّنَا بِنَا الْفَسَطَ يَا مُخَلِّسِينَ يَا مُخَلِّسِينَ هَ الْمَسِيحُ النُورُ الَّذِي لَا يَغْرُمُ لَمَّا غِبْتَ فِي قَبْرِ الْرِجَى سَدِيكَ رَجَفَاتِ الْأَرْضُ وَخْنَفَاتِ الشَّاسِ قَدْ وَلَدْتُكَ يَبْنِي بِلَا وَجَعَ إِلَّا أَنَّنِي فِي حِينِ أَلَامِكَ أَتَحَمَّلُ أَوْ جَعَاً لَا تُوْطَى إِنَّ السِّرَفِينَ فَجَفُوا إِشْهَادُ الْمُخَلِّسِ مَعَ الْأَبِي فِي الْأَعَالِ بِنَنْفِصَالِ وَعَلَى الْأَرْضِ بَيْتًا مُمَدَّدًا الْأَجْجَالُ كُلُّهَ تُقَادِمُ تَسْفِيحًا لِذَنْسِكَ يَا مَسِيْخِ يَا كُلَّ الْخَلِقَ يَا كُلَّ الْخَلِقَ بِالْتِمَامِ مَحْمِدَاتِ يَا كُلَّ الْخَلِقَ يَا كُلَّ الْخَلِقَ يَا كُلَّ الْخَلِقَ يجاهزني خالق كما يليق بالأموات المجد للآب والإبن والروح القدس يا إلهي يا ثلو الأب والإبن والروح ارحم جميع العالم أنهانا وكل الواهم وإلى دهر الدهر عمين أهل عبيدك بروية قيامة والدك يا أخرى الأجال كلها تقدم تسفيحا لدفنك يا مسيحي وقبل أن نكمل أمسيتنا الجميلة نريد أن نرحب بالضيف العزيز المشير العام أبونا فادي ثابت القادم من لبنان أهلاً وسهلاً أبونا نورتنا أيتها المرأة الباكية لماذا تبكين؟ ومن تطلبين؟ أتبكين خوفاً أن لا تجدي جسد يسوع الحي في القبر؟ أنسيت ما قاله مراراً إنه يقوم في اليوم الثالث ونحن كثيراً ما نبكي لأننا ننسى كلامك يا يسوع ولا نتذكره إننا اليوم لا نطلب آخر سواك نبحث عنك أنت الحاضر في كل مكان قريب من طالبيك وحدك راحتنا وحدك من يشبع النفس وياهبها الحياة فيك كفايتنا ولا نطلب سواك وهأنت قد أظهرت لنا ذاتك وقمت من بين الأموات بمجدك العظيم وقوتك التي لا حدود لها ترجمة نانسي قنقر ما فاخر أيها الشعور فالفسح فسح الراب لأن المسيح إلهنا قد أجزنا من الموت إلى الحياة ومن الأرض إلى السماء نحن المرنمين نشيد الانتصار المجد لقياماتك المقدسة ديارا لنطهر النحة وسنفن عين المسيح ساطعا كالبرق بنور القيامة الذي لا يدن منه ونسمعه قائلا صريحا نفراحه ونحن مرنمونا لشيد الانتصار المجد للأبي والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الناهرين آمين لتفرح السموات بحقه ولتبتهيج الأرض وليعيد العالم كل ما يرى وما لا يرى لأن المسيح السرور الأبدية قد قام المسيح قام من بين الأموات وواطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القول ما قد قام ياسو من القبر كما سبق فقال وما نحن الحياة الأبدية وعظيم الرحمن عظيم يا نفس المسيح الواهب الحياة أنه ضمين القبر في اليوم الثالث استنير استنير يا أورى الشليم الجديدة لأن مجد الراء قد أشرق عليك بإفراح الآن والتهيج يا صيح وأنت يا والدة الإله النقي اطرع بي قيامتي ولا أهديك المسيح المسيح فسح جديد وثبيحة حي حضل الله الرافع خاطئة العالم يا ما أنا أنا يا 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 أعثب صوتك الإلهي أيها المسيح لأنك وعدتنا وعدا صديقا بأن تكونا معنا إلى آمن الدار فبذا الوعد لا تصيم نحن الأمين كغسى رجال ونبتهج مسروري سبحوه لأجل جبروته سبحوه بحسب قثرة عظمته أيها المسيح نسبح ألامك الخلاصية ونمجد قيامك سبحوه بالدفع ونشيد الطرام سبحوه بالأوثار والأربو يا من صبر على الصليب وأبطال الموت وقام من بين الأموال سلم حياتنا يا رب بما أنك وحدك على كل شيء قدير سبحوه بصوت البوء سبحوه بالكنارة والقثار أيها المسيح الذي سنب الجحيم وأقام الإنسان بقيامته أهلنا أن نسبحك ونمجدك بقلوب طاهرة سبحوه بسنوج الرنان سبحوه بسنوج التهلي كل نسمى فلتسا بحيرا نسبحك أيها المسيح المسيح ممجدين لا تنازو لك لا إيقاب الله فقد تولدت من العذر ولبثت غيره الفاصل سلم عن الله وتألمت كإنسان واحتملت الصلبة طوى وقمت من الرر كما يبرز من خدر لتخلص العالى يا رب المجلول رنموا لإلهنا رنموا ما أجمل أن نرنم الترتيل هو فن وفن له أصوله وأنتم تمارسون هذا الفن لكن ميزة هذا الفن أنه فن مقدس كما الإقونات هي فن مقدس هكذا موسيقانا الشرقية فن مقدس وأنتم تعطوننا درسا وتذكروننا بأنه مقدس فذكرون دوما من خلال ترتيلكم أن ما تقومون به هو صلاة قبل أن يكون فنًا وهو توبة وخشوع وصمت وإصغاء وطرب للروح والنفس يزداد جمالا ما دام الكلم والنغم هما للصلاة تذكروننا أن الغاية من أن تلبس الكلمة أن تلبس النغم أن تلبس ثوب النغم هي أن ترفع القلوب والعقول أن ترفع النفس خشوعا الترنيم الذي لا يختطفني لأخشع يصبح طربا أداءا أنتم تطربون الروح وجعلتمونا في هذا المساء نرتقي خشوعا وهكذا تزهر شفاهكم وحناجركم تزهر تسابيح سائلوا أنفسكم أيها الأحبة ونحن معكم نسائل أنفسنا أننا في الكنيسة عندما نرتل نحن مرتلون لا مطربون نرتل لكي نصلي ونقيم أمسية كهذه للصلاة لتأخذنا إلى أسبوع الآلام دون ألم تأخذنا إلى أسبوع القيامة ونحن فرحين مبتهجين الصلاة الصلاة المرنمة هي صلاة مضاعفة أما أنتم أما أنتم فقد كانت صلاتكم في هذا الترنين مضاعفة ومضاعفة أيضا وأيضا مضاعفة شكراً للمجلس الكاثوليكي لراعوية الشباب في الأردن المجلس أثبت أنه كاثوليكي حتى تكون كاثوليكياً ينبغي أن تكون جامعاً وموحداً ومجمعاً لا مفرقاً أبو نمودي بوركتم بوركتم وبوركاً شكراً لهذا المجلس الذي تسهرون عليه وشكراً للجوقة شكراً 26 مرة هكذا قالت لأختنا الدكتورة باسمة السمعان مديرة نورسات بأن عدد أعضاء هذه الجوقة 26 وأنا بعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة حشرة دعش تتعاش تتعاش مية هذو المية دعيت أبو نمودي عدة مرات هذه المرة أنا سعيد بأني للمرة الأولى ألبّي الدعوة لأن طريقة الدعوة كانت تظهر أننا مدعوون للصلاة أننا مدعوون ليس لحفل موسيقي وإنما لصلاة شكراً لهذه الجوقة ولداعميها ننتظر من هذه الجوقة التي نمتدح أداءها ننتظر منها أن نمتدح نشرها لهذه الترانيم لهذا الإتقان ننتظر منكم أن تنقلوا هذا الإتقان إلى كل رعايانا إلى كل أبرشيّتنا أنتم جوقة الأبرشية أنتم جوقة الأردن شكراً لكم وبورك لكم شكراً 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 لماذا شكراً هذا هو اليوم الذي صنعه الراف فلنفرح ونتهلل به إن الفسحة المطربة فسحا الراف قد أشرق لنا فسحاً كامل الإجلال فسحاً نصافح في بعضنا بعضاً بفرح فيانه في فسحاً منقذاً لنلحظ لأن المسيح بمزوره اليوم من القبر كما من خدره قد غمر النسوة بالفرح قائلاً أخفرنا الرسول بثالث المجدول الأبي والبني وروح القونس الآن وكل أوال وإلى دهر داهر ردامي وقوف اليوم يوم القيام فالتفاق آخر بِالْمَاوْسِ وَالْيُصَافِعْ بَعْضُ نَا بَرَضًا وَالْنَا قُلْ يَا إِخْوَا لِنْ أَصْفَعْ لِمُهْ رِضِيْنَا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ فِي الْقِيَامَ وَالْنَا تَشْهَ كَذَا قَالَ وَالْمَسِيحُ قَامَ وَالْمَسِيحُ وَالْمَوْتَ وَالْمَوْتَ يَالْحَيَامِ لِلَّذِينَ فِي الْقِبُورِ المسيح قام بالبين الأموال وغضي الموت بالموت وغضي الموت بالموت المسيح قام بالبين الأموال المسيح قام بالبين الأموال المسيح قام بالبين الأموال هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنتهلل به المسيح قام بالبين الأموال وغضي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القرور شكراً كل عام وأنتوا بألف خير ينعاد عليكم بالصحة والسلامة بشكر الجميع على حضورهم بهذه الأمسية العظيمة اللي بالفعل مجدنا الرب بيسوع المسيح بحضوركم صارنا شهرين إحنا منتدرب بهالجوقة جوقة الأبرشية اللي هي تابعة للمطرانية هذه الجوقة تابعة لأبرشية مطرانية الأردن فبالتالي أنا بشكر هاي الجوقة اللي بالفعل أعطونا بقدر المستطاع من وقتهم وأيضاً كمان شكر خاص للشماس مالك الشماس مالك اللي كمان كان باستمرار يعطيهم التدريبات اللازمة فأنا بحكي لكم إن شاء الله كل عام وأنتوا بخير وصحة وسلامة وشكراً لحضوركم جميعاً شكراً أبونا عماد والشماس مالك الشماس مالك خلال أشهر بيدرب وكمان أبونا عماد فلازم نحكي ألف شكر لأبونا عماد قائد الجوقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة